موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في الحلقة السبعة من الموسم الرابع من برنامج رمضان واشياء اللي بنتكلم فيه عن مسلسلات رمضان لعام 2020 واللي بقدموا لحضراتكم السنة دي برعاية حلواني النص التاني المقدمات المعتادة الحلقات بتاعتنا محملة بحرق الاحداث والنهاردة هنتكلم عن الحلقات من خمسة لاتناشر من مسلسل بميت وش فلو في حد متابع المسلسل ولسه ما شافش لغاية الحلقة لاتناشر افضل يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوف الحلقات اللي فيتات بنتكلم في شكل خطاب مرسل مفيش نص معد مسبقا وبنتقابل كل يوم على البث بتاعنا على نيمو بالليل اللينك بتاعه تحت في الدسكريبشن لو حد حابب ينضم عشان يتناقش معي في الحلقة دي اهلا وسهلا بيه في اي وقت وان شاء الله بإذن الله للتوضيح احنا دلوقتي في الجولة التانية من منقشة مسلسلات رمضان الخمسة اللي احنا بنتكلم عنهم مع بداية الجولة التالتة اللي هي مع الحلقة الحداشر ان شاء الله هيكون فيه مسبقة يومية وجوائز يومية مقدمة من حلواني النص التاني مسلسل بميت وش من بطولة نيلي كريم واسر ياسين واسلام ابراهيم وعولة رشدي وشريف دسوقي ومحمد عبدالعظيم ودنيا ماهر السناريو الاحمد وائل وعمر الدالي والاخراج لكملة ابو دكري في الحلقات اللي فاتت من ساعة اخر حلقة اتكلمنا عنها اللي هي كانت الحلقة الرابعة اخيرا بنلتقط الخيوط الاولى للعملية الكبرى الفريق بتاعنا حيقوم بيها واللي بتنشأ من ملاحظة حمادة للبيت بتاع الرجل المليونير المريض اللي مفيش حد بيرعاه غير ممرضة عايشة معاه وقدر يسرق جوابات البنك وعرف ان الرجل ده عنده ثروة كبيرة جدا وبناء عليه بيستدعي سكر اللي بتستدعي عمر وبعتذر كمان مرة عن ان كنت بقول اسمه غلط في الحلقة اللي فاتت وبيكونوا فريق بشكل كوميدي شوية لان في بعض العناصر الضرورية وبعض العناصر الاخرى الغير ضرورية اللي بتيجي تركب كنا بالعافية وبيقوموا بعملية نصب الفكرة بتاعتا ان هما يستولوا على الثروة بتاعة الرجل دي بتاع الرجل ده بداعي ان هو مات وانهما الورثة بتوعوا او ان عمر اللي قايم بدور شخصية يعني بينتحل شخصية ابنه وبيستولي على الفلوس دي كلها فعملية نصب زكية خلوني اعلق من دلوقتي يعني ولكن اللي بيحصل ان في اليوم الاخير اللي المفروض العملية تم فيه الرجل بيموت فعلا وبيوصلوا الورثة الحقيقيين بتوعوا بنخش في معركة خاطفة للانفاس لغاية لما بينجحوا في النهاية ان هما يستولوا على الفلوس فعلا وبيتفرقوا وبعد كده بتبتدي تظهر بعض العلامات اللي بتمهد العملية اخرى تانية ممكنة او على الاقل بعض التعقيدات في العملية اللي تمت بالفعل لان الورثة ما سبوش الموضوع ولان في بعض اعضاء الفريق وبالتحديد نجلاء تم استغفالها من الاخر او طلعت خسرانا لسه مسلسل بميت ويش بكل تأكيد هو الالطف والازرف هو اكتر مسلسل انا ببقى اعوز اشوفه على طول انا بتفرج على المسلسلات بالترتيب ده يا جماعة بعد الفطر على طول بميت ويش وبعد كده ببقى عايزة بفوق شوية وهدى شوية واخد نفسي وبعد كده ببتدي اخد المسلسلات غالبا بالترتيب اللي بيتم عرضهم بي اللي هما البرنس النهاية الفتوة وليالينا في الآخر بميت ويش مش بس اول مسلسل ببقى عاوز اشوفه هو اكتر مسلسل ببقى نفسي ماينتهيش والمسلسل اللي لو هتديني منه الحلقة التانية بعدها على طول حشوفه الحلقة التانية اللي بعدها على طول حشوفه وححلق لموضوع ان اخد نفسي وكل حاجة في الدنيا المسلسل مش قادر اكرر ومش لاقي وصف افضل من كلمة لطيف مسلسل زريف مسلسل خفيف على القلب ودي هي الصفات الحقيقية بتاعت الموضوع وخلوا بالكم الحلقة دي حيكون فيها قدر من التطبيل ولكن هحاول اتجنب الافورة لان لما انا اتكلمت عن المسلسل في الحلقات الاربعة الاولى ما كانش على هذه الدرجة من الشعبية اللي هو موجود فيها دلوقتي اللي بيتصدر فيها الترندات واللي الناس كلها بتتكلم عليه وعملين يصفوا المسلسل في تقديري الشخصي بما هو ليس فيه لغياب المفردات الاخرى اللي احنا متعودين عليها احنا متعودين ان احنا لو بنتفرج على مسلسل كوميدي لازم نطلع نقول وقعت على وشي من الدحك انا بقيت بعيط انا ما بقيتش شايف قدامي سريخ ترفيس ما عرفش ايه وانا مش شايف ان المسلسل كده المسلسل ممكن يكون في الحلقات الاربعة الاولى كان فيه توازن واضح ما بين الكوميديا وما بين الدراما وكان فيه لحظات درامية ليها قيمة والغاية دلوقتي يعني يمكن في الحلقات بس لو انا بفكر صح الخمسة السابعة الدنيا مالت بشكل قاسي قوي تجاه المواقف الكوميديا ومنتهى الامانة دي ما كانتش الحلقات المفضلة عندي كانت مليانة ناس قاعدة حوالين الترابيزة بيتكلموا فري سبيتش اللي انا كنت شرحتها قبل كده بتاعت الكوميديا المرتجلة اللي فيه محطات في النص بيعدوا عليها وكمان مرة انا ما عنديش معلومة بان هو دا اللي حصل بس ما اعتقدش ان احنا شفنا دا وقت كان ممكن يتم بأي طريقة تانية ولا ان احنا بنتكلم مع ممثلين كويسين قبل ما يكونوا كوميديا نات كويسين قدروا ان هما يشيلوا الموضوع دا ولكن في العدد في عدد الحلقات اللي بتكلم عليه دا دا كان كتير شوية ومكرر شوية والاحداث ما كانتش بتتحرك لقدام والخطوط الدرامية اللي انا كانت عجباني جدا ومازالت عجباني جدا غابت شوية مع الميل اكتر ناحية المواقف الكوميديا اعتقد ان المسلسل نجح في انه يجذب الناس يجذب الناس اللي عايزة تضحك قبل ما الناس اللي كانت قبل ما يجذب الناس اللي عاوزة تتفرج على مسلسل كويس لان المسلسل بيميتوش بصرف النظر عن كونه مسلسل بيدحك فهو مسلسل كويس بيثبت ان المعادلة اللي من ساعة لما ابتديت فيلم جامد عملت خانئ فيها مازالت ممكنها لما بديجي نتكلم على افلام كوميدية سطحية مليانة هيافة ومليانة فراغ ومليانة مواقف كوميدية غير متصلة ببعضها وكلام زي دا وبنبتدي ننطقي ان يا جماعة كمان مرة الكوميديا عملية منظور في حاجة بدحكك حاجة بدحك غيرك بس ماينفعش تقول لي ان فيلم قايم على سكتشات كوميدية غير متصلة ببعضها يستوي في النهاية قدام المشاهد مع مسلسل زي بيميتوش عنده قواعد رمية سليمة عنده دكاء في بناء المواقف اللي احنا بنمر بيها عنده خطة واضحة للأحداث اللي احنا بنتحرك على أساسها ومن خلال دا بيدي لك أجواء ظريفة بشكل عام وبيدي لك مواقف كوميدية فعالة جدا فالناس يا جماعة اللي ابتدت دلوقتي بتابع مسلسل بيميتوش بعد ما طفع على السطح أكتر وبقى واضح أكتر وابتدي لما قاعدة أكبر من المشاهدين ده رأيي رأيي فقط مش أكتر من كده المسلسل يا جماعة مش سريخ دحك مش موقف كوميدي ورا موقف كوميدي مش نكت حنوعد نعمل منها ميمة وخلاص مش ده مش هو ده الموضوع في بعض المواقف الكوميدية اللي بتجيب سريخ دحك وجابت معي أنا شخصية المشهد بتاع السباعي وهو خارج بيجري من البنك وورا واحد بيقولك يا سباعي أحرامي الموبايلات أنا وقعت من الجحك في من ده بس مش هو ده مش ده أصل الموضوع فقط في حاجات تانية كتير واللي منقوم الموضوع بتاعنا هو ان احنا عندنا عدد من الممثلين الكويسين أولا والكوميديينات النكحين جدا والوجوه الفرش المنعشة بعيدا عن الكلاحة بعيدا عن الكمكمة بعيدا عن الحاجات المكررة المهروسة بتاعت الناس اللي تصوروا من هم حطوا المشاهد في جيبهم وحيسوقوا بيه مطرح ما هم عوزين لا يا جماعة فيه فيه ناس تستحق انها تشتغل وبحيي أسرة المسلسل على مستوى الكاستنج بالتحديد على اختيار الناس دي يا جماعة السباعي بقى ظاهرة السباعي هو اكتشاف رمضان بكل تأكيد الاكتشاف الأول بدون أي مجل الشك شريف دسوقي اللي اتعرفنا على اسمه من خلال فيلم ليه الخارجي بيقدم كاركتر مختلف عن اللي احنا عارفينه مختلف عن اللي احنا عارفينه عنده سمات شكلية الراجل عبارة عن بطريقه دبدوب في نفس الوقت وعنده القدرة من خلال ملامحه انه هو يتشكل ما بين اشكال بالشكل ده وشكل اخر ممكن يكون مش مش شكل تحبه قوي بتاع الراجل السكران اللي معرفش ايه الكلام ده كله ممثل كويس جدا وكوميديان كويس جدا وشال مواطف كوميدية تقريبا لوحده بس في نفس الوقت من الظلم ان احنا ندي ننسب له الفضل فقط اسلام ابراهيم لسه بيشيل كوميديا ولسه بيشيل دراما دنيا ماهر لسه بتشيل كوميديا وبتشيل دراما عولة رشدي محمد عبدالعظيم كلهم مش حاوز انسى حد انتلوقتي بتكلم على الصف التاني لان الصف الاول مهم حاجات تانية حتكلم عليه دلوقتي كل الناس دي يا جماعة قدمت ده وقدمت ده يعني فكرة ان احنا نتركز على انهم بيدحكوا وبس ده ظلم جدا اسلام ابراهيم في الحلقة بتاعتم بارح قدم افضل مشهد درامي في رمضان افضل مشهد درامي في رمضان سبكم او ما تسبكوش يعني براحتكم يعني عن الهيستيريا والسريخ والعياط وتقطيع الوش واللطن والكلام ده كله لو موجود جوا السياق على عيني وعلى رأسي ما بقولش ان هو مصطنع بس تمثيل الالم الحقيقي عند حمادة وهو بيكلم سكر في انه عاوز يخطب اختها حاجة تانية حاجة تانية ما بهزرش من مسلسل الكوميدي ابو سريخ دحكة ابو سبعبع ابو معرفش ايه الكلام ده كله طلع في تأدير الشخصي افضل مشهد متجسد رميا ما بين كل حلقات رمضان حتى الان فدول مش ممثلين جايين يدحكوا خلاص جايين يعملوا هيافات وخلاص جايين يستزرافوا خلاص عندهم حاجات يعملوها عندهم حاجات يقدموها والمسلسل سمح لهم بانهم يعملوا ده لانه مبني بذكاء حتى يعني عملية الناس باللي احنا بتكلم عليها دي وفيها ما فيها من التجاوزات وما يمكن ان يوصف بانه فجوات والامور دي كلها ولكن الناس رعت ربنا شوية يعني تعبوا شوية وهم بيصمموا الموضوع لغاية دلوقتي مش سايبين موضوع الورثة وعلى فكرة الورثة دول كمان ممثلين كويسين وده مهم خفيف انا للأسف معرفش اسام الممثلين بس تحية كبيرة جدا يا عم في وقت اعتقد الناس مش هتديكم حقكم فيه صلاح و صلاح وبراهيم وحسام لو انا فاكر صح اسام الشخصيات بتاعتهم حاجة رائعة بروفايل شخصيات برضو ما بنشوفهاش كتير قبل كده فكل دي حاجات عظيمة وجميلة وممكن تقدم لنا الخلطة من الاخر اللي المسلسل ده بيقدمها للي حابب يتعلم وللي حابب يطور في اللي هو بيعمله مش بس في المسلسلات ومش بس في السينما في الحياة كلها يا جماعة يا جماعة احنا في حياتنا بنعاني من اطار الكلاحة عارفين عارفين الحاجة اللي بتبقى حلوة في الاول والوانها زاهية والفابرك بتاعتها الخمة بتاعتها نظيفة وجميلة وبتاع ومع الزمن طول ما انت عملت هري فيها وما بتصنهاش وما بتجددهاش وما بتعملش فيها اي حاجة في الدنيا تلاقيها كلحت تلاقي لونها كده اجرب بستخدم الفاظ رخمة وانا قاصد يعني ده اللي طال الكوميديا وده اللي طال حياتنا كلها من كتر الهري وعدم الشجاعة في تجربة حاجات جديدة وعدم الرغبة في انعاش ما نتعرض له في حياتنا اليومية حياتنا كلحت وكان كلمت راحتها بقت وحشة وشكلها بقى بارد المسلسل ده بيقول يا جماعة لما نجيب لما نجينا الكلام على مستوى مسلسلات نبكلمش على الحياة مشارك نتجيبش ممثلين في الحياة ارجوكم يعني لما تجيب نجوم صف اول ونيل كريمة وقاسر ياسين بكل تأكيد نجوم صف اول وممثلين كويسين وبنكتشف من خلال المسلسل ده كمان انه هما كوميديانات نكحين شهلوا دراما وشهلوا كوميديا شهلوا كل حاجة انت عايزها في الدنيا بيشتغلوا باسلوب كوميديا ما اعتقدش انه هما شخصيا اشتغلوا بيه قبل كده بتاع الحوارات اللي ارتجالية ونجحوا فيه الى قدر الى حد كبير جدا فالناس دي مش اول دوكز بنعلمهم نيوتريكس هما لسه موجودين في الصورة لسه عندهم استعداد يخطروا ويجربوا ويعملوا حاجات بالطريقة دي ليه مهم عشان المسلسل في الاخر على المستوى الجماهيري ما يبقاش المسلسل الناس بتقولك على فكرة فيه مسلسل زريف بيجي الساعة 2 ونص الصبح على قناة معرفش ايه لما حدش بيشوفها لأ انا بتكلم على مسلسل نيلي كريم وقس راسين وده مهم جدا عشان المسلسل يجد الانظار بشكل لقق نجوم صف تاني ناس احنا عارفين انه هما ممثلين كويسين قبل ما نتكلم على قدراتهم الكوميدية الكوميدية ممثلين كويسين شفناهم قبل كده في اعمال مستقلة شفناهم قبل كده في مشاريع صغيرة شفناهم قبل كده في ادوار صغيرة ودلوقتي بنجيهم مساحة اكبر عشان يشتغلوا على النحيتين نحية الجد ونحية الكوميدية قصة محترمة محترمة واقفة على الخط الرفيع جدا ما بين الواقعية والاقناع في كل حاجة بتحصل وما بين السخافة والسزاجة من غرض الكوميدية وبس وقفة في حتة في النص وهو ظل مطلوب لان في الاخر العمل بتاعنا ما زال مصنف كعمل كوميدي يعني ماينفعش نقعد ناخد الوقت بتاعنا كله واحنا بنحبك العملية التي عملت رغم ان احنا قضينا وقت معقول جدا واحنا بنحبكها وقدمنا فيها مفردات كويسة ولكن واحنا بننفذها تعالى نعمل موقف كوميدي اول تعالى نعمل موقف كوميدي تاني تعالى نعمل موقف كوميدي تالت وقبل ما الموضوع يوصل لحد استخفر جعلنا تاني للمنطقة تعال نتمم العملية تعال نعمل حالة من حالات حرق الأعصاب فكتابة المسلسل هيلة تكسيد المسلسل هيل الكاستنج هيل الإخراج ممتاز جدا وإن كنت أقلوم على حاجة واحدة مظنش أنها ملامة للإخراج بشكل مباشر ولكن في حاجات تانية المهم دي يا جماعة خلطة تجنب الكلاحة في الأعمال اللي احنا بنعملها انت محتاج النجوم أنا ما بقولكش تعال دلوقتي هات النجوم صف تاني وعمل بيهم مسلسل لكل الناس في الآخر عدد من الناس هتشوفوا هتقول عليه حلو وما حدش هيصدقهم وما حدش هيبص عليه محتاج النجوم صف أول بس وإنت بتختار نجوم صف أول اختار ناس دمهم خفيف بجد وناس بتعرف تمثل بجد وعلى حسهم ادي فرص بقى ادي فرص للناس اللي يعني مش قادرة تتنفس مش عارفة تلاقي نفسها مكان تحت الشمس عشان تشتغل وتزبط انها عندها حاجات تعملها وفي الآخر لما تيجي تكتب رعي ربنا رعي ربنا تقرى ربنا فينا يا شيخ وانا بالله يخليك يعني رعي ربنا اكتب موقف تتصدق كده تخلينا شغل مخي معاك واعرف ان انت لا منك متسرع ولا منك متلك ماشي بإقاع مظبوط عملتلي عملية انا كنت خاف ان احنا نقضي التلاتين حلقة مستنين العملية دي تم يعني ما كنتش وثق انها هتبقى وحشة بس كنت خايف من انها تقع في فخ الملط لا العملية تمت احنا زرعنا بذور وبعدين البذور دي كبرت وبعدين حصبناها ودلوقتي بنزرع بذور تانية عندنا نجلاء عندها مشكلة عندنا آآ ماجي رجع مخلصة فلوسها ماجي شخصية مطيرة جدا لاهتمام على فكرة في البداية في المنتجات بتاعت الاعداد لا سيبقى المنتجات دي احنا نتكلم عنها الاعداد المرتجلة اللي كانوا بيعملوها كتير قوي في الاول دي يمكن ماجي ما كانتش ازرف شخصية بالنسبة لي يمكن تكون عولة رشدي الاقل تماشيا مع موضوع الحوار المرتجل على الاقل في البداية بس بعد كده تصميم الشخصية ادها فرصة انها تقدم حاجات كتير كويسة لان ماجي المفروض انها شخصية من كلاس تانية ومن طريقة تانية ومن ثقافة تانية ولكنها الاكثر اندماجا مع الناس اللي جاين لنا من الناحية التانية ومش على المستوى الصخرية وعلى المستوى الهزار وعلى المستوى كلام زي ده دي بتحبهم بجد ولما سافرت راح اجابت لهم هداية وبتحب اسباعي وبتحب زيزو وبتحب الناس وده شيء رائع في تصميم الشخصية ودها فرصة انها ما تبقاش الوش رقم خمسة او ستة اللي بنبوص عليه في التربيز لانها فعلا بتعمل حاجة احنا مش متوقعينها منها مبسوط جدا بان درية رجعت علاقة عمر ودرية دي من اجمل الحاجات اللي موجودة في كل الدراما الرمضانية الحلقة اللي فاتت كان فيه مساحة ليهم مع بعض واتمنى انها ما تغيبش تاني وانا بيحطوها في مركز الصورة لانه شيء انا بستمتع به جدا اللي عاوز قلوم عليه الاخراج هي المنتجات زي ما بقول اللي هي المنتجات اللي بتحصل هما بيرقصه هما بيتنططه هما بيعملوا فلوس وهما بيحضروا للعملية واحنا بنقدم الشخصيات بتاريخها بالكلام ده كله انا حس ان المشاهد دي طولت اكتر من اللازم بالاضافة انها طويلة اكتر من اللازم يعني هي مكررة بتتكرر اكتر من اللازم وزمنها على شاشة طويل اكتر من اللازم ولو تسألني انا حلوم ده على ايه انا حلوم ده على الكسل في حتة كسل الاخراجي في الموضوع ده اللي هو نظام برضو تعالى ناخد الكورة عند الكورنر ونضيع شوية وقت طالما احنا كاسبانين ده اللي هما بيعملوه شوية وانا مش قادر قلومه على تطويل ولا نحت ولا هرس ولا هري ولا كلام زي ده لا هو شوية كسل وصدقوني انا في موضوع الكسل ده يعني يتطلب الامر شخص كسلان عشان امسك شخص كسلان فيش حد في الدنيا كسلان اكتر مني من الاخر يعني ثقوا فيها في هذا الموضوع عجبني كمان لان انا كنت في الحلقات الاولى كنت بتكلم على بعض العيوب في شكل المحتوى اللي بيتم تقديمه لها استهلاك الخمرة بتاعة المخدرات العملية النصب المقززة اللي كان بيقوم بيها عمر بشكل متكرر كانت مقززة اكتر منها كوميديا الكلام ده تم سحبه انا ماعتقدش ان الناس يعني يسمعوا لصوت الجمهور وقراروا ان هم يغيروه هم ادركوا ان ده كان شيء موجود لغرض معين وبعد كده تم التغاضي عنه وعلى فكرة استهلاك الخمرة في الحلقات اللي بعد كده كان ارحم شوية وبيخدم غرض اه دلوقتي سباعي بيزكر فبيبوز العملية هو ده اللي كان اصدي عليه انا ماكنتش جاي ادعو للفضيلة يا جماعة ده مش موضوعي يعني ماكنتش بقوله ان ابي بقلاش خمرة علشان الناس بتشرب طمر هندي مش دي الحكاية الحكاية ان الخمرة ماكنتش مفيدة في البداية دلوقتي بقت مفيدة خلاص انا ما عنديش مشكلة انا مش جاي اقولي ارقابة خش قصوم للمسلسل فالمسلسل كمان زي ما يكون لما كان بيعمل عيوب ما بيتمداش فيها اكتر من اللازم ما عرفش لو ده بيتم بوعي او بدون وعي المهم ان هو بيتم والمهم ان انا مبسوط جدا بالمسلسل والمهم ان انا بدعو الناس كلها انها تدي له فرصة لو ماكنوش بيتفرجوا عليه واتمنى من الجميع ان هو يحط الموضوع في نصابه الصحيح ده مش مسلسل يتم وصفه زي ما كنا بنوصف الافلام اللي كنا متخنق عليها ارجوكو النبي نحطه بس في حتة احترام لانه مش جاي دحكك وبس ده بيقدم لك دراما بجد بيقدم لك اجواء ظريفة بجد ولما بيخلق مواقف كوميديا بيخليها فعالة فعلا عاوز اعرف انطباعكم عاوز اعرف شخصيتكم المفضلة من الفريق بتاع العصابة بتاعتنا بصرف نظر عن السباعي لان السباعي is everybody's favorite زي ما بنقول هو خلاص رجل كسب رمضان فخلصنا هيا تعلمنا الكلام على اللي بعده مين بعد سباعي مفضل بالنسبة لكم يا ريت تساهموا بدا في الكومنت تنسروش تشتركوا في القناة تعملوا لايك وشير للحلقة لو عجبتكم وانتابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو وبوديو نجحت الحمد لله باي باي